قال كلمته ومضى محمد العليبي أيقونة سبتمبرية جديدة رغم القسوة التي مورس ضده لكنها لم تسكته فأطلق زفرة غضبه ودفع حياته ثمنا لذلك محمد العليبي حفيد ثوار سبتمبر الخالدين تحدث بقهر المظلومين عن بلاد ذهبت مع ريح الانقلاب زفرة الغضب التي أطلقها العليبي هي ذاتها غضبة الثلية والزبيري وعبد المغني في وجه الاستبداد البدائي وضد جميع أدوات القهر الإمامية التي ساعت وتسعى لإركاع الناس وإذلال الشعب قرستعوا على أنفسكم استهنتوا بنا استهنتوا بالناس الناس بيموتوا الناس امراض الناس بيموتوا جوء وهم في ديدا كأنهم ما فعلوا شيء بالبلد هذا وكأنهم ما سووا ولا شيء وكأنهم عادم بيفتخروا قرأ العليبي بيان اللحظة وغضبها ضد ظلم الميليشيات الإمامية كما قرأها الأحرار من قبل لم ينتهي الكفاح ولم يخبو وهاج الثورة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيد واحدة من أعظم الثورة اليمنية التي انتفضت فيها اليمنيون ضد أكثر الأنظمة فسادا وشمولية الإمامة التي حملت مهمة حجب الضوء عن البلد عبر أدواتها الجهل والفقر والمرض لم ينتهي خطر الإمامة ذلك فقد عاد اليوم عبر ذات الأدوات الأكثر بطشا إن مبدأ الولاية هو مبدأ من أهم المبادئ في الإسلام عادت لفرز الناس والمجتمع على أساس عرقي يعيش اليمنيون اليوم الذكرى السادسة والخمسين مخاض ثورتهم السبتمبرية وهم يخوضون حرب الخلاص ضد الميليشيا ذاتها وكما توجد سبتمبر برحيل طغاة الإمامة يأمل اليمنيون أن تتواج معركتهم برحيل الميليشيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر